اشتركوا في القناة هنشوف كسة ايه النهاردة؟ هنشوف كسة الغابة السعيدة يا ترى بقى جاهز انت وصحابي عشان نبدأ الكسة؟ ايوة انا جاهز انا وكل صحابي وعايزين نشوف الحيوانات السعيدة في الغابة السعيدة طب يلا بينا يا بقسماتي نروح ونشوف ايه اللي هيحصل يلا بينا ياه الواحد صاحب العفية مبارح كان اجازة وفضلت صهران كتير اتصرج على التلفزيون ونمت متأخر يلا بقى مجرش حاجة يلا الوح اقدي على دبدوب وارنوب علشان نروح المزرعة اه 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 يا دبدوب يا دبدوب ايوة يا حوهو صباحي الخير انا صحي من بدري وجاهز وروحت اصحي يا دنوب لكنه ما صحيش ومش عايز يروح المزرعة النهاردة ازاي بس هو نس القوانين ولا ايه صدقني صدقني قلتله ع القوانين وكمان قلتله ان كده ممكن يخلي الاسد المالك العظيم بتاعنا يزعل منه بس برضو مهمهوش مهمهوش يا حوهو لا انا هندح عليه لازم يصحى يا ارنوب يا ارنوب انت يا ارنوب اصحي الله ايه ايه يا حوهو عامل دوشة عالصبح ليه انا مش عارف انام يا اخي تنام ايه انت عارف الساعة كام احنا لازم نكون في المزرعة دلوقتي عشان الاسد المالك لو عرف اننا اتأخرنا اكيد هيكون مش مبسوط الاسد الاسد كل شوية الاسد وفين الاسد ده حد فيكو شافوا قبل كده احنا ما سمعناش عنه غير من امهاتنا وقبهاتنا وفي المدرسة لكن محدش شافوا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت بتقوله ده انت مش عارف ان الاسد موجود معانا في الغابة دايما وهو اللي بيحمينا كلنا وبيجيب لنا كل الحاجات اللي بنحتاجها ها انت نسيت ولا ايه انا انا مش هشتغل لغاية لما شوف الاسد المالك بنفسه ساعتها هسدى انه موجود فعلا طب انا عندي فكرة ايه رأيك لو نروح ندور عليه مع بعض اما فكرة حلوة بشكل انا موافق ها هنبدأ لدور من اين هنمشي لغاية اطراف الغابة ونرجع تاني من طريق مختلف يمكن يكون هناك اه احنا هنمشي كتير قوي انتوا جاكلكم كده ناوي انت خسسوني اه انا هخس هخس بس اقول لكم يلا مش مهم الماش رياضة يلا بينا حب يلا حب حب قدنا وصلنا لغاية طرف الغابة ومقابلناش حد خالص ياه طرف وحنا جينا عند بيت مين ده بيت الفيل الحكيم العيوكم نخبط عليه ونشوف عنده مية احسن انا عدشان والمية اللي معاية قلصت ايوة يلا بقى نخبط عليه يلا اهلا 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 بيكم اهلا بيك يا حكيم الغابة احنا كنا بنستأذنك مهتاجين شوية مية يا سلام بس كده اتفضلوا استريحوا وانا هجيب لكم المية بس قولولي انتوا ايه اللي جابكم عند طرف الغابة اصل صاحبنا ارنوب مش مصدق مش مصدق ان الاسد موجود ايوة مش مصدق ان الاسد موجود فقررنا ان احنا يعني نساعده وندور معاها على الاسد ونعرف مكانه فين اممم بس انتوا كده هتفضلوا تدوروا عليه كتير قوي ومش هتشوفوه برد مش قولتلكم مش قولتلكم ملا فيش اصل اصلا اهلا دي حكيم الغابة بنفسه هم اللي بيقول اه 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 ايه معنى الكلام اللي انت بتقوله ده يا حكيم الغابة مش هتشوفوه عشان انتم بتدوروا عليه بعنيكم بس لكن المفروض ما تدوروش عليه بالطريقة دي مش فاهمين طب حكولي ايه اللي حصل من ساعة ما خرجتم لغاية لما وصلتم عندي حطرنا الشنط بتاعتنا وحطينا فيها لأكل بتاعنا من مخاسم وبعد كده مشينا في الطريق الممدود في الوادي وعدينا عالقبر من فوق النهر لغاية موصلنا ليك هنا عند الصور بتاع الغابة الله طب ما انتو قابلتوا الاسد اهو في السكة واكتر من مرة كمان ايه 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 ازاي يعني قولولي حد فيكم فكر مين اللي بيحط الاكل بتاعكم في المخازن كل واحد حسب نوع الاكل بتاعه وبالكمية اللي بيحتاجها بالزبط وكمان مين اللي بيمد الطريق وبيصلحوا بعد كل مطرة ومين اللي بانى الكبر الكبير اللي فوق النهر انا عارف ان الاسد هو المسؤول عن كل الحاجات دي ايوه 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 وبعدين لو مش هو اللي بيعمل كده يا طرم هيكون مين تاني مفيش حد عنده القوة الكبيرة دي انه يعمل كل الحاجات دي غير الاسد ايوه هو الاسد شفتوا بقى انكم كنتوا بتدوروا غلط الاسد موجود في كل حاجة بيعملها لنا موجود في اهتمامه بكل واحد فينا وعارفه وعارف احتياجاته وبيلبيها كمان وكمان هو اللي بيحمينا بالصور ده اللي عمره ما وقع ولا تد قالا قصة جميلة بشكل غير منطقي شفت بقى يا بقسماتي انه قرنوب عرف ازاي انه القاسد كان موجود من الحاجات اللي كان بيعملها ايوه شفت ما ناعد جنبك على فكرة ما نواخد بالي يا بقسماتي انه انت عاد جنبي ركز معايا بقى وكمان عرف انه موجود من حمايته ورعايته ليهو احنا كمان مش بنشوف بابا ياسوع بعلينا لكن متأكدين انه موجود وبيرعانا وبيحمينا انا بحب ربنا اوي 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 اوي